بس ده ما ينعش ان احنا النهاردة نحتفل وعشان نحتفل خلوني امسي ورحب وهني وبارك واحد من رواد الاذاعة المصرية واحد من رواد الاعلام المصري هو اول مراسل عسكري مصري في حرب اكتوبر المجيدة وصوته يعيد لنا زمن الاذاعة الجميل وتحس كده لما تغمض عينيك وانت بتسمع صوته اول ما يقول لي مساء الخير يا تامر دلوقتي بطريقته كده هتحس ان انت رجعت الى اثير صوت العرب واثير الشماب والرياضة واثير قاهرة الكبرى والكثير من القنوات اللي مثلت تراث في وجدان المواطن المصري الاعلامي الكبير والاذاعي القدير لأستاذ حمدي الكنيسي اهلا بك تامر انا قلتلكو هي اهلا بك تامر دل وحدها اصبحت خلاص يعني تريد مارك علامة مسجلة ازايك يا استاذ حمدي تمام كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى كل الاعلاميين المصريين والعرب كمان وانت وجميع الاعلاميين بخير وانا مبدئيا هدخل مباشرة في كلمة انت قلتها او رجاء انت قلت لستاذ الرئيس الفتاح السيسي ان عيد الاعلاميين لازم يرغطه الرسمية في مصر كلها بتعيش عيد الاعلاميين وما توحي به المناسبة خاصة برضو انت قلتها يا تامر ان الاعلام الان صار اقوى سلاح راجعت بقى الطيارة والدبابة وكله والجيل الرابع شغال فانت انا سعيد اوه بالتقديم اللي انت عملته انك وضحت امور طريق بالاعلاميين وبعيد الاعلاميين الحمد لله انا متأكد ان الدولة المصرية ستكون على قناعة ان شاء الله باهمية عودة الاحتفال الرسمي بعيد الاعلاميين باذن الله والسنة القادمة ان شاء الله نكون كلنا على رأس هذه الاحتفالية استاذ حمدي حضرك طبعا اقدر مني على تعريف الناس بهذا العيد اللي تم اختياره بناء على انطلاق موجات الاذاعة المصرية في عام 1934 لمن لم يحضر هذه الفترة كيف تصف لهم الاذاعة المصرية وانطلاقتها وتأثيرها في وجدان الموطن العربي كله هو الحقيقة انطلاق الاذاعة المصرية من عام 1934 كان انطلاقها قوية جدا بدأ بكبار الأدباء أصوات طه حسين وعباس العقاد ثم مرورا بالأجيال التالية أنيس منصور يوسف إدريس الى آخرة ده الجانب الثقافي المباشر الجانب الإخباري المباشر اعتقد لا يختلف اسنان على ان الاذاعة كان لها دور مهم جدا عندما قامت ثورة يوليو 1952 والزعيم جمال عبد الناصر اوصى بان تتم عمل اعلامي من خلال الاذاعة بشكل اقوى وبالفعل كما نعلم جميعا تم دعم تقوية الاذاعة انشئت اذاعة السلطة العرب الى آخرة نعم أستاذ حمدي اعتقد انه عندما تسلم التلفزيون المصري الراية كمان من الاذاعة في عام 1960 وكان اول تلفزيون عربي ويمكن شرق اوسطي ساهم في تشكيل الوعي والوجدان بنسبة كبيرة ودي اهمية قيمة الاعلام مش بس ترفيه وتسليه وكذا لا هو اساس صنع الوعي بالتأكيد بالتأكيد وتلفزيون عندما انطلق في هذه السنة فانطلق معتمدا على خبرات ورؤى من عملوا في الاذاعة صحيح وده شيء يعني يحسب للاذاعة ويوضح بقى ليه عيد الاعلامين ارتبط هذا الارتباط الوفيق جدا بتاريخ انشاء الاذاعة صحيح انا بشكرك شكرا جزيلا ودعواتي ليك بالصحة والعمر المدين وان انت تفضل دايما كده مدرسة في الاعلام تعلم الاجيال وترشدهم الى سواء السبيل شكرا جزيلا الاذاعي والاعلام القدير استاذنا الاستاذ حمدي الكنيس